السلام عليكم سوف نبدأ بشرح مادة 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 او بالأيام العادية سوف تكون مادة دفلكشن ماذا معنى دفلكشن اذا سوف اشرح لك انا كلنا اخذنا مصطلح دفلكشن لو كان عندي انا قسطوانة وعليها لود كنا نحكي انه وهاي راح تستطيل ويقل قطرها وشواخ نرسمها مضبوط يعني يصير زيك هاي نتيجة نتيجة طولها بزيد وقطرها بقل هذا كلنا نسميه دفلكشن او ديفورميشن هسا الدفلكشن اللي اخذنا كلنا نخذه على اجسام معين يعني اسطوانات وصلات وهكذا هسا احنا راح نقض هون دفلكشن بالبيم دفلكشن بالبيم كيف يعني وكان انا عندك البيم التالي وهذا البيم وهذا البيم نتيجة اللود اللي عليه صار في تقوص صار في تقوص هيك شوفوا كيف شكلو نتيجة الحمل اللي عليه او فرضنا حمل مستطيل يعني زي هيك صار عندي تقوص فانا هذا الديفلكشن هذا الديفلكشن هي المسافه هاي مثلا او المسافه هاي يعني هي الدلتا او بعض الكتب بسموها y احنا دلتا او y ما الفرق معين والسلوب اللي عمله البيم وهذا هيك محور اكس وهذا محور البيم فهاز زاوية ثيتا بسموها سلوب فانا صار عندي شغلتين ايش اسمو y او دلتا هي اللي بتمثل الديفلكشن والثيتا هي السلوب فانا بهذا الشابتر والشابتر الثانية هو شابتر ثمانية وشابتر تسعة راح يكون عندي طرق لحساب ال y وطرق لحساب الثيتا كل طريقة لها استعمال او يعني انا هاي بستعمل هاي الطريقة عشان اشي معين او بستعملها لما يكون عندي حالات للود معين وهكذا يعني انا عندي عدة طرق راح نتعلمهم راح نتعلم طريقة دابا هاي ببالشو فيها لانها هي اسهل وحدة ولكن ممكن تكون طويلة دابل انتجريشن تيجريشن مثود لها اللي راح نتعلمها بغض الفيديو ان شاء الله في عندي انا المومنت ايريا المومنت ايريا ثيوريم طبعا هاي ما راح اشرحها انا انا شخصيا كعبد الرحمن ما راح اشرحها طريقة شوي زنخة وبتقدر تستعمل الطريقة اللي بعدها وهي كونجو بيتميم بتقدر تستعملها كبديل وبالانتحان لو انتحان ملتبل ما بفرق معك اي طريقة استعملتها ان شاء الله جبت القيمة من المريخ ما بهم كاشو بطريقة كونجو بيتميم مثود وفي هذولا بشابتر ثماني موجود بالتباتل الثاني راح ناخد طريقة اسمها virtual work method هاي نستعمل القوانين حفظ الطاقة و هكذا بس مش زي اللي خدمهم بالفيزا و الديناميك طبعا اه ممكن ناخذها ممكن لا اللي هي least square ممكن ناخذها بالstructure 2 طريقة مش صعبة هي تقريبا نفس virtual work على اسهل شوي و فيه طريقة بعدها الكتا زيلينو method اتوقع يمكن هيك اسمها بس موجود ببهرس الكتاب بس ما بعد شو الدكتورم كوني اعطيكم هذا الفصل ولكن انت لو كنت متمكن من double integration متمكن من virtual work انت حتى لو طلعت لقدام بالتخصص الطرق الثاني ما بتفيدك ولكن احنا خلينا مبدئيا نتمكن من double integration و virtual work طبعا الكونجوكت لانه اذا اجت اسمها على كونجوكت بتكون مميزة يعني لو اجت سؤال كونجوكت بيم او كونجوكت بيم او هذا كونجوكت بيم او هذا كونجوكت بيم او هذا كونجوكت بيم انت هان ما رح تعرف تحل ابدا الا على طريقة الكونجوكت فبالتالي احنا لازم نكون عارفين نحلهم كلهم حالين كل الطرق لازم نعرف نستعملهم كلهم ولكن انا رح ممكن اشرح لك في هذا الفصل في هذه الفيديوهات رح تكون ثابتة على القناة ممكن اشرح لك كل الطرق ممكن اغيرها فاحنا كل الطرقات تحسب لي theta طيب شو العلاقة بينهم خلنا نسترجع معلوماتنا من لما دخلنا التخصص كنت تعلمنا على اشيء اسمه load بعدين قلنا لو كامل ما هذا اللود يعطيني شير المعادلات الشير والمومد لو كنت تعلمي sigma of y يعني لو كان عندي انا لود مثلث كنا نحكي الشير الشير تبعه هو لود مقعر رح تحكي لي صح ليش اذا هذا linear فهذا شو مقعر شو تعني اذا هذه معادلتها x هكما تكون x تربيع فبالتالي لو كان هذا معادلته ثابت فشو تكامله يعطيني ايش يعني اذا كان قيمة 5 تكون 5x صح؟ معناته انا فيه علاقة بينهم تكامل كل ما انزلت يحت بكامل فبالتالي شو فيه load وشير طب تكامل الشير شو كان هو المومنت يعني اذا كان المومنت linear اذا كان الشير linear سيكون في عندي بعد اللينير سيكون عندي يعني اذا كان الشير x فالمومنت x تربيع بعدين بس احنا لو هون اتعلمنا ولكن هسبل structure 1 او بهذرة شباتر رح نتعلم نوخذ اشي اسمه slope و اشي اسمه deflection اللي هو delta with theta طيب طيب انت لاحظ ان هون حطية تخطيش حطية تخطيش حطية تخطيش لانه structure 1 لا حسا هون لما كنا نكامل لما كنا نكامل كنا نكامل عادي ولكن لما نكامل هون بعد الخطية اذا انا معام معادلة المومنت و بدي ال slope لازم اقسم على e i وهي stiffness ال e وهي model of elasticity وال i هي moment of inertia طب اصرح تحكيلي بالامتحان بدي تطلع e زي strength وطلع i زي aesthetic بحكي لك لا رح يقول لك انه e i constant يعني e وال i هم قيمة ثابتة هم رح يفيدونها بالحل ولكن مشان الحسابات العملية بالحياة بدنا نعرف انه لما بدنا نكامل تكون عندي e i يعني لو لم اعادلته اكس تكريب ف ال slope رح تكون معادلتها مثلا اكس قوة اربعة على اربعة e i رح يصير عندي نتجف اشي اسمه e i ما رح ننسى الا e i يعني ممكن يقول لي افرض e i واحد افرض e i ثابت فانت ثابت وطلعها براتكاملة وبتحل طبيعي اخي بتجاوب النهائي بتحط e i فهذا اللي رح نتعلم وخطيت الخط معناها انه تقسم على e i بتمنى انك ما تخرجت ف احنا هسا اه حكينا عن deflection بشكل عام شو هو طبعا بالبداية بقول deflection diagram بدي يعلمنا كيف كيف نرسم deflection diagram احنا نتعلمه وشان هيك واقعيا نحن نشوف كيف ننحل ولكن هو ما بفيدني بالحل بس قبل هيك منشان نتعلم شغله اه رح نحكي عن اشي اسمه boundary boundary condition boundary condition boundary condition هذول بس تعملهم طريقة اساسية طريقة طريقة double integration double integration طريقة double integration لازم انا اعرف هذول boundary condition ما يعني boundary condition تابل ثمانية واحد شو تابل ثمانية واحد بحكيلي؟ بحكيلي لو انا كان عندي roller او bin رولر او bin هايوا لاحظ رولر او bin بحكيلك انه deflection عندي support نفسه ولكن عندي ثاتا عندي ثاتا الثاتا اللي هي بين خط البيم الاصلي و مماس 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 deflection يعني ايه؟ شوف كيف نتيجة التققر لو اثرت عليه رح تققر معي هيك طب ليش تققر معي هيك؟ انه deflection هون zero لانه support طيب هذا التققر شو المماس تابعه؟ هيك مثلا فهاي هي الثاتا هاي هي الثاتا هذا هو الثاتا فاحكيلي انه support اي نوع من انواع support deflection عنده zero بدنا نتعلمها deflection deflection add support تحديدا fixed bin or roller بساوي zero تمام؟ هايها مشان تكون واضحة deflection عنده support سواء fixed او bin او roller بساوي zero لازم تعرف هادا الاشي و تخطه ببارك ثاني اشي الثاتا السلوب or theta add fixed بتساوي zero بس عندي fixed بتساوي zero والسلوب والثيتا او ثيتا يعني add pin or roller بتساوي value لها قيمة لها قيمة هاي قيمة انا بدي احسبها هاي القيمة انا بدي احسبها تمام؟ من هذا الاشي شو بستنتج؟ لو عندي هذا البين بدي اعمل له diagram او عندي هذا الجزء فهون عند البين zero zero deflection ولكن في ثيتا فلاحظ ان فعلا في ثيتا عند الرولر نفس الشي بس لاحظ عند الفيكست عند الفيكست عند الفيكست بكون الثيتا والرولر زيرو ليش؟ كون هاي هاي ثابت فكست ما تتحرك بعدين بعد جزء بوعيا من البين بتنزل فالثيتا بتكون مش عند الفيكست نفسه هي zero شوف لاحظه ما صار تقعر ولكن الثيتا عند اي قيمة ثانية بتساوي قيمة لو كان عندي frame فالزاوية تاعده كانت سواء internal hinge او fixed connection يعني عادي ما في عندي internal hinge ففي عندي ثيتا وفي عندي deflection رحصار عندي تقعر رحصار عندي تقعر فالboundary condition بتمنى انه نعرفهم وهم كالتالي الboundary condition كالتالي أيهم ما بدنا ننساهم خليهم ببالك سواء بال deflection بال double integration وسواء بالرسم مش هتعرف ترسم الرسم مش مهم حكينا بس دير بالك من هذا الاشي مهم جدا في structure 1 ومهم جدا بال structure 2 تمام او فهو بيقول لي كيف تتعلم الرسم كل بساطة قبل شواء نساك من الرسمات المرسومة انت تلقائيا هس هو قاعد بيوضح لك العلاقة بين moment و deflection لو كان عندي moment negative بيقول لك التقعر زي هيك لو كان عندي moment positive بيكون التقعر هيك يعني negative moment بكون التقعر للاعلى و positive moment بكون التقعر للأسفل اه negative moment negative moment هو يبرسم الكتاب على فرض انه هذا negative و هذا negative moment التقعر للأسفل و ال positive moment التقعر للأعلى بسطا تلقائيا اما انت تلقائيا نتحدث moment diagram الو هيك. بس هنا كان فارض البوزيتف تحت والنغاتف فوق يعني انو بترسم زي هيك. فهذا ايش نغاتف مومنت. ايش حكالك نغاتف مومنت? تقعر. تقعر لوين? لاسفل. او انو هيك شكله. هيك شكله. بس هو خطأ. هو خطأ. هذا المومنت اه هذا الديفليكشن الو هيك. قد يؤثر عليه الديفليكشن الو هيك. فعشان انت لا تعتمد رسمات الكتاب. ارسم لحالك. ارسم لحالك من التخيل. وكيف يعني من التخيل. لانا عندي هون الديفليكشن زيرو. وعندي هون دفليكشن زيرو. فلما بدي ارسم توصل بينهم. كيف بدي اوصل. عندي هون لود لالأعلى. عندي لود لالالعلى فهنا معناته بيه ايضا. بعدين بلحظة معينة. نعرف اش متى. بدي ينزل. بدي ينزل هيك مثلا. بعدين يجب أن يصفر طبعاً هذا ليس لينيار هذا مقرر فهو يكتب بس رسم لك زي هيك انه هيك شكل التقارر بعدين نكمل تغير التقارر وكمل طيب ليش غير شكل التقارر ليش غير شكل التقارر فيه أخذنا بالكالكولوس أخذنا إشي اسمه المشتقة الثانية المشتقة الثانية المشتقة الثانية شو كانت تحكيلي؟ تحكيلي انه المشتقة الثانية لما تكون المشتقة الثانية تساوي صفر كنا نحكي انه شو كنا نحكي؟ انه في عندي point of inflection اللي هي نقطة التقارر طيب شو هي بده تفيدني الشغل من الكالكولوس؟ منعرف حكينا قبل شوين انه في عندي load بعدين في عندي moment بعدين عندي theta وعندي delta صح ولا لا؟ بقول لي صح طيب اذا هيك انا بكامل معنات انا هيك بشتق d x فانا بشتق فاذا هي المشتقة الثانية فمعناها المومنت المومنت هو المشتقة الثانية للدفلكشن مشتقة الثانية للدفلكشن معناته لما يكون عندي 0 moment يعني المشتقة الثانية تساوي 0 رح يكون في عندي point of inflection ما يعني point of inflection؟ يعني اذا كان التقارر هيك بعدين كان في عندي point of inflection هون رح يتغير التقارر عندي هكي فهنا قاعد بيوضح لك اقول لك لو انا عندي 0 moment بكون عندي point of inflection هيا انفلكشن point لما يكون في عندي 0 moment التقارر بتغير انطقاء اركان هيك بعدين عندي point of inflection تغير فهذا الاشي اللي نعرفه عشان هيك اول خطوة لازم ترسم moment diagram لكي تعرف ترسم point of inflection لو كان عندي انا fix support و fix support هون تمام تمام وهذا بيم وهذا البييم عليه لود موزع زي هيك كيف شكل moment diagram نعرف انه شكل moment diagram كالتالي fix عنده قيمة بعد عنده اوصل بينهم باعرف ان من الخبرة عرفت انه المومنت diagram يكون عنده زي هيك ستحكي له صح فشو بستنتج انه في عندي قيمتين هم 0 moment في عندي قيمتين هم 0 moment فهذه القيمتين عندهم هم الفلكشن بونت ثم انفلكشن 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 بونت طيب شو استنتجت استنتجت كالتالي فاذا هذا فكست و هذا فكست و هنا و هنا الفلكشن بونت ودخط الهم دائرة مش نترنلجة ولا لا فانا اذا عندي ثم يضغز مثلا ثم بهذا النقطة O دائرة او نبدأ زي هي تغيرية كار عندها تغيرية كار و Theory ثم نقر sh ثم sen c izado دلتا وتساوي زيرو. وهنا ثيتا تساوي دلتا وتساوي زيرو. والقيمة هذه والقيمة زيرو مومنت وليس زيرو دفلكشن. حيث لاحظ كان تقائر هون عندي للأسفل. بعدين صار للأعلى مثلا. انا شوية الرسمي معافة. بعدشذا آآ ممكن ارسمها صاح. بس بتمنى تكون وسطة البكرة. انه مثلا التقائر. آآ بكون للأسفل. بعدين بطلع مثلا هيك. بعدين مثلا بنزل هيك. مش هيك. بس شكل التقائر. بطمان انها تكون وسطة. انه يعرف ان التقائر بتغير. فهنا عندي فهي هنا حكي لك ان هون تغير التقائر هون في زيرو مومنت تغير التقائر. تمام. فهنا قاعد بطيك امثلة. هايوا لاحظ هات. هاي هاي رسمت كابل شوي. زيرو مومنت. تقائر زي هيك. بعدين رجاء تقائر للاعلى. بس انا رسمت لانه القلم عندي مش كويس كثير. بس انتو عندكم كنافة. لاحظ انه هون هذا فكست وهذا فكست. في التالي هاي زيرو وهاي زيرو مومنت وزيرو فيتا. اما لاحظ هون. هاي هون. زيرو دفليكشن زيرو دفليكشن. هون ما في زيرو مومنت فهو زيرو فيتا. ليش? انه البن. البن والرولر بتنزل زي هيك. بعدين بتطلع. بعدين بتثبت تك. طب ليش طلعت هون? لان هاد المومنت ديجرام الوزي هيك. او ها ها هيك المومنت ديجرام. او ها هيك المومنت ديجرام. فهون في بوينة اففليكشن. بس هين هون حطها. حطها هون. هيك تكتبه. فهي هي ال بوينة اففليكشن. فبالتالي. التقائر هون هيك. بعدين الموصة عن بوينة اففليكشن. رفع غير التقائر. وثبت عند الفيكست. لاحظ هون بن اففليكشن. هون في ثيتا. في ثيتا. ولكن فيش ديجرام. فالدفليكشن له هيك. هون في انترن الهنج. انترن الهنج عندها زيرو مومنت. صح ولا لا اردت. لي صح. ما نعطو في بوينة اففليكشن. هادا فكست. الدفليكشن والثيتا على زيرو بعدين نزيل. بعدين هون في ثيتا. ولكن ما في دفليكشن. هون نفس الاشي بن رولر رولر رولر. دائما عند الساب بورت القيم صفار. فبالتالي هيك التقائر شكله. هون نفس الاشي. البن له قيمة. الزيرو مومنت بغير التقائر. هادا فكست. هادا فبالتالي مومنت عنده زيرو. ولكن في ثيتا. هاي هالثيتا. لابد صغير الخط. هيك. بعدين تقريبا ثبت. هون في ثيتا. هاي ثيتا. هون بس فيش ثيتا. هون زيرو. هون زيرو. هون الفريمات ببعين لك انه البن او الزماء الها قيمة في الها ثيتا هاي في ثيتا. في ثيتا وفي دفليكشن. في ثيتا. وفي دفليكشن. هاي بروبلم كيف ترسم دفليكشن دياجرام زيرو. تغيب تقائر مثلا. بعدين هون. دفليكشن زيرو. تنهيك دفليكشن زيرو. هون نفس الطريقة. هايك. هاك. 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 تمام. تمام. ليش طيب. ليش شكل الشكل. المومن دياجرام هي بالزهري. هيك شكل المومن دياجرام. هاك شكل المومن دياجرام. فهون هناك تغيير تقاور هناك تغيير تقاور هناك تغيير تقاور يعني هذا فعليا هيك بظل بعدين برفع هيك اتمنى انها تكون وسقط هنا في عندي قيم زي هيك 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 في التقاور كيف شكله راح يكون يكون هنا فيكست مثلا هيك هيك بعدين بطلع لعندها بنزل بطلع هيك بطلع هيك بطلع هيك فهذا كان كل ما يعطون عن الفريمات هنا في الالاستيك لاحظ انه شرح لك عن راديس وشرح لك عن راو حكينا احنا بالاسترنج ان هذا مطول مش مهم كثير بس انه وصل لك اخر شيء معادلة انه شير تكامل بعدين انه اخر شيء الديفليكشن بوصل لك اخر عشان الديفليكشن هو تكامل المومنت مرتين عشان هيك سموها دابل انتغريشن دابل انتغريشن يعني اذا بدي اوجد الديفليكشن بدي اكامل المومنت مرتين طبعا الفيديو له ثلاث ساعة خلينا نوقف الفيديو نشرح فيديو ثاني الثلاث ساعة هاي حكينا فيها بس عن كيف نحسب كيف نرسم او شرحنا عن المومنت او 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 دائما عند دائما عند ما بتكون الا عند الفيكست الفيكست بتكون ودفليكشن زيرا شرحنا كيف نرسم بشكل بسيط مش دوري بشكل دقيق او شرحنا شو علاقة بين والشير واللود والديفليكشن والاسلوب عرفنا شوين عرفنا شو اسلوب عشان هكذا الفيديو خليه تعريفي اللي بيحظر الفيديو يرى فانو هزا بس تعريف عن شو الديفليكشن مشاء اللي ما يحظر الفيديو يرا كيف و...و...حكينا وأنو بانو شرح بالمادة بانو بانو بالفيديوهات اللي ظلت شو الطرق بانو شرحها بس انخلص بس خلص الفيديوهاث تفوت على الفيديو اللي بعده الفيديو اللي بعده بحكيلك عن الـ الـ اللي هي اول طريقة لحساب قيمة الدفليكشن واطيكم الف عادي